قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الصمود الذي أظهره الشعب المصري خلال العشر سنوات من الماضية سيظل محلا للدراسة وإن راضته الصلبة هي التي حولت مصر من دولة يتهددها الاقتتال الأهلي إلى دولة متماسكة وأضاف الرئيس سيسي في كلمته للمصريين بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو أن الاستقرار والأمن الذي تنعم به مصر دفع ثمنه الشعب المصري وأبطال القوات المسلحة والشرطة شعب مصر الأبي إن الصمود الذي أظهرتموه خلال السنوات العشر الماضية منذ ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة سيظل محلا لدراسة المفكرين والباحثين فكم من تساؤلات أثيرت عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصري ومؤسسات دولته الوطنية وبين الشعب وقواته المسلحة واحتر الكثيرون في منبع هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين التي نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه لانقسام الخطير وشبح الاقتتال الأهلي إلى دولة متماسكة ينعم شعبها بأمن واستقرار غالي الثمن دفعه أبطال من صلب هذا الشعب من قواته المسلحة وشرطته الذين تصدوا بصدورهم لموجة إرهاب هي الأعتى والأشرص ترجمة نانسي قنقر